لا يبدو أن التحالف العربي في المناطق المحررة يعمل على تخليق مؤسسات الدولة الشرعية هذا ما تقوله الصورة القادمة من الجنوب تحديدا التحالف صاحب اليد الطولة في المناطق المحررة يفرش البساطة الأحمر لسيارات وتحركات المجلس الانتقالي بينما تعمل الخلايا الإماراتية في المطار على منع رئيس البلاد الشرعي من العودة وتمنع أيضا طائرة الرواتب كما جاء في بيانات رسمية سابقة عيد روس الزبيدي رئيس ما يعرف بالمجلس الانتقالي يلوح بيده هذه المرة من حضر موت في خطاب أشبه ما يكون بخطاب الكيان الموازي للدولة خصوصا أن الخطاب لم يقتصر على تقديم ذاته ككيان موازي من الناحية السياسية بل شمل الأمر حديث عن تشكيلات عسكرية وأمنية في تصعيد أشبه ما يكون بتصعيد عبد الملك الحوثي قبل الانقلاب والاشتياه بحسب متابعين فإن تحركات المجلس الانتقالي المضادة للشرعية ما كان لها أن تكون على هذا النحو الفجي والمفضوح لو لم يحظى المجلس برعاية إماراتية واضحة وصمت من قبل السعودية قائدة التحالف العربي التي خرجت وسائل إعلامها قبل أيام لمهاجمة أدرع الإمارات في الداخل اليمني دون من موقف سياسي إزاء المسلك الإماراتي في اليمن الاستقواء على الدولة الناشئة من تحت أنقاض الحرب يبدو عنوان القوى المدللة للإمارات بينما يظل الصمت المطبق لسان حال الحكومة الشرعية التي يبدو أنها وضعت جميع البيض في سلة التحالف العربي وربما وضعت كل الطيور في السلة ذاتها بما فيها الطيور الشرعية المهاجرة في المنفى التحركات الأخيرة للمجلس الانتقالي تجعل الكيان الذي لا يحمل أي صفة قانونية أو سياسية قدم ذاته كذراع إقليمي إضافة إلى مليشي الحثي الذراع الإقليمي لإيران خصوصا حديث المجلس عن تشكيلات غير قانونية مثل الجمعية العمومية التي لا تقتصر على جعل المجلس إدارة وظيفية لطرف إقليمي بل تجعل منه أخطر حالة قفز على نضالات الحراك الجنوبي ذاته اشتركوا في القناة